درسنا للآن هو المشتقات الضمنية ماذا نعني بذلك سنأخذ بعض الأمثلة لتوضيح هذه الدرس في البداية لدينا هنا دوال بدلالة x و y كما نعلم y هي fx تكتب في بعض الدوال فهذا المتغيى y هو بالحقيقة هو دالة بدلالة x سنقوم باشتقاقها بالنسبة ل x ليس بالنسبة ل y لكن في البداية سنقوم بحلها بطريقة مختلفة نقوم بحل المعادلة بالنسبة ل y أي قم بعزل y أخذنا x س 2 إلى الجهة الثانية ثم أقسم على العدد 4 فيبقى لدي 2 لأن 8 على 4 ناقص 1 على 4 x س 2 ثم نأخذ الجدل التربيعي أنا أريد فقط y والجدل له قيمتين إما موجب أو سالب فيكون الجدل ل2 ناقص 1 على 4 x س 2 لكن بما أن النقطة المعطة هي 2 1 والواحد أي قيمة الوا هي قيمة موجبة سنأخذ القيمة أو الدالة الموجبة فقط y يساوي جدل 2 ناقص 1 على 4 x س 2 الآن نقوم باشتقاق هذه الدالة مشتقة الجدل أشتق ما داخل هذا الجدل مشتقة الاثنان هو الصفر ثم نأخذ الاس ونضربه بواحد على أربعة ونطرح منه 1 x س 1 على اثنان ضرب نفس الجدل هذا المشتقة أو هذه هي المشتقة لهذه الدالة لكن انتبه قمنا في البداية بحل هذه الدالة بنسبة الواي ثم قمنا بالاشتقاق طبعا بعد ذلك تبصير فقط فسالب 1 على أربعة ضرب جدل 2 ناقص 1 على الأربعة x س 2 والبسط x وننتبه هو طلب مني إيجاد الميل الميل هو المشتقة وأعطاني النقطة طبعا هنا سنعوض x و y في بعض المسال لكن الدالة هذه فقط بدلالة x نعوض قيمة الـ x 2 هي النقطة أعطاني إياها 2 فنقوم بحساب الدالة سالب 2 ونعوض نستبدل كل x بـ 2 سالب 2 على أربعة تحت الجدل 2 ناقص 1 على الأربعة 2 بس 2 قم بحسابها بالآل حاسب لحساب الميل عند هذه النقطة المعطة ونعيد قمنا بالاشتقاق بعد أن قمنا بعزل قيمة وي لكن كيف سنقوم بالاشتقاق المباشر وطبعا هو أسهل في بعض التمارين سأعيد كتابة هذه الدالة x اس 2 أربعة وي اس 2 يساوي الثماني الآن لو كان لدينا 6 وي كمثال بسيط لو أردنا اشتقاقه بالنسبة لي وي يكون 6 لكن هنا أنا اشتق الواي بالنسبة لي x فهنا يكون مشتقتها 6 عدد ثابت وي مشتقت لأنني لا أعلم ما هي مشتقة الواي بهذه الطريقة لأنتم فإكس اس 2 مشتقتها 2x بنفس الطريقة نأخذ الاثنان الأس ونضربها بالأربعة فيكون 8 ونطرح من الأس 1 يكون وي اس 1 ونضرب بمشتقة هذا الواي وهذه هي المشتقة الضمنية ومشتقة الثابت الثمانية هي الصفة هو أراد مني حساب الميل وي مشتقة هي الميل السؤال الثاني نقوم بحل المعادلة بالنسبة لي وي الخطوة الأولى التي قمت بها أخذت هذا الحد إلى اليسار فيكون x تكعيب وي في x تربيع وي يساوي وأخذنا الجذر إلى اليمين موجب 4x من الممكن أخذ عامل مشترك وهو الواي ويبقى x تكعيب ناقص x تربيع ويساوي أربعة جذر الواي لوحدها فو يساوي أربعة جذر الـ x والكل على x تكعيب ناقص x تربيع الآن نشتق الـ x فقط هنا لدينا كسر نشتق البسط وأضرب بالمقام وأشتق المقام وأضربه بالبسط والكل على المقام أس اثنان فالمقام x تكعيب ناقص x تربيع أس اثنان مشتقة البسط في البداية العدد أربعة مشتقة الجذر هي واحد على اثنان جذر الـ x واضرب هذا الحد كله بالمقام أي أضربه بx تكعيب ناقص x تربيع ناقص البسط 4 جذر x واضرب بمشتقة المقام 3x تربيع مشتقة المقام ناقص 2x1 انتهى طبعا لن أبسط سأعوض مباشرة قيمة x لحساب الميل عند هذه النقطة طبعا نلاحظه فقط لدينا x نعوض قيمة x في هذه المتغيرات والميل يساوي سالب 7 جذر 2 على الأربع لكن إذا أردنا الاشتقاق ضمنيا الحد الأول لو تلاحظوا x تكعيب في y هو عملية ضرب وهنا أيضا عملية ضرب فمشتقة الأول في الثاني مشتقة x تكعيب 3x تربيع وأضربه بالy زاد x تكعيب ومشتقة الyy مشتقة أما الجذر 4 في 1 على 2 جذر الx في اليمين x تربيع y مشتقة x تربيع هي 2x في y زاد x تربيع في مشتقة الyy وهو أراد مني الميل أي أراد الyy مشتقة إما نقوم بعزلها وتعويض الx في الyy أو قم بتعويض الأعداد لأن الx هي 2 والyy هي جذر الاثنان ثم قم بالحساب وحل لyy مشتقة طبعا سيكون نفس الميل الذي حسبناه بالطريقة الأولى وهو كان سالب 7 في جذر الاثنان على العدد 4 قم بتعويض بشكل صحيح ثم قم بتبسيط هذه الأعداد وحلها لإيجاد y مشتقة فقط أو تحل بالآلة حاسبة ليهم كما ذكرنا سيكون هو نفس الميل الذي حسبناه سالب 7 جذر الاثنان على العدد 4 السؤال الثالث في البداية سأقوم بحل الyy أي نقوم بعزل الyy أخذنا عامل مشترك فيبقى 1-3x-2 والطريقة الثانية ثم نقسم على هذا الحد فcos x على 1-3x-2 الآن نشتق لx فقط لا يوجد مشتقة ضمنية وي مشتقة مشتقة البسط أي سالب سين ونضربه بالمقام ناقص مشتقة المقام أي سالب 6x ضرب البسط cos x والكل على نفس المقام لكن أس اثنان فيكون 1-3x-2 والكل بين cos x-2 لاحظوا كلها بالنسبة لx عوض فقط x والx أعطاني إياها صفر عندما تعوض العدد صفر في هذه المتغيرات تراحض هنا يبقى لدينا واحد في المقام هنا الصفر وسين الصفر أيضا صفر فيكون الميل هو الصفر أي الميل أفقي اشتقاق الضمني لهذه الدالة y مشتقة بعد ذلك عملية ضغط في الثلاثة عامل ثابت مشتقة x-2 هي 2x ضرب ال-y ثم اشتق ال-y وأضربها ب-x-2 ف-y مشتقة في x-2 ومشتقة الكوسين هي سالب sin x لكن لتنبيه لو كان لدينا sin y سيكون مشتقتها كوسين y في y مشتقة لأنني دائما أشتق الزاوية مشتقة هذه الزاوية ال-y هي y مشتقة وأعيد أنا أشتق هنا ال-y لكن بالنسبة ل-x أما في السؤال السابق كان مشتقة ال-x بالنسبة ل-x هي والو-1 فالآن عوض صفر واحد في هذه المشتقة ال-x صفر وال-y نعوضها واحد طبعا سيكون أيضا نفس الناتج صفر بعد الحل y مشتقة تساوي الصفر أو هو الميل ننتقل إلى السؤال الرابع هنا لحل ال-y نحتاج حل المعادلة تربيعيا لأننا لدينا y-2 و-y لا أستطيع أخذها عام المشترك نتذكر لو كان لدينا معادلة بالصيغة القياسية x-2 بx زائد c تحل باستخدام المميز طبعا a في x-2 فالx الحل لها يكون سالب b زائد جذر المميز وناقص طبعا على 2 a طبعا a هي معامل x-2 والمميز للتذكير كان b-2 ناقص 4a c في هذه المعادلة a لل-y-2 هو العدد 1 ال-b معامل y هو 2x و-c هو العدد 4 فسنطبق هذه القاعدة لحل المتغير y فال-y يساوي سالب b أي سالب 2x على 2a فـ 2 في 1 وكما ذكرنا سالب b أي سالب 2x زائد أو ناقص الجذر التربيعي بي أس 2 فـ 2x أس 2 حددناه في السابق 2x أس 2 ناقص ناقص 4a c العدد 4 في 1 في العدد 4 طبعا بعد ذلك سأقوم بالتبسيط 4x أس 2 تحت الجذر ناقص 16 والكل على 2 فقط والسالب 2 طبعا نأخذ عامل مشترك من الجذر وهو العدد 4 وجذر العدد 4 هو 2 فلذلك سأكتبه خارج الجذر فـ 2 في جذر وعندما أخرجنا العامل مشترك يبقى x2 ناقص 4 والكل على 2 طبعا هي 2x ننتبه هنا 2x نسينا الـ x والآن نقوم بقسمة البسط والمقام كله على العدد 2 فيكون سالب x زاد أو ناقص جذر x أس 2 ناقص 4 وأيضا في هذا السؤال سأأخذ القيمة الموجبة فقط بما أن ال-y هي 2 أي أنها قيمة موجبة فالآن نقوم بالاشتقاق اشتقت السالب x هي العدد 1 لكن بما أنه سالب سالب 1 ثم زاد نشتق الجذر أي أشتق ما داخله 2x على 2 ضرب نفس الجذر والآن نقوم بتعويض قيمة ال-x التي لدينا لإيجاد هذا المي طبعا عندما نقوم بتعويض العدد سالب 2 في هذا السؤال سيكون لدينا سالب 1 وعوض في كل x سالب 2 فيكون في البسط سالب 4 على 2 جذر العدد صفر لأن سالب 2 أس 2 هي العدد أيضا 4 فأي عدد على الصفر نتحدث عن حالة عدم التعيين فلذلك هنا الميل غير معرف في هذا السؤال لأنه عدد على الصفر سنعيد اشتقاق هذه الدالة مرة ثانية لكن اشتقاق ضمني من دون أن نقوم بعزل المتغير y في البداية لدينا y أس 2 نقوم بإنزال الأس 2 y يبقى أس 1 في y مشتقة ثم عملية ضرب مشتقة ال-x 1 في y زاد ال-x في مشتقة ال-y ومشتقة العدد 4 هي الصفر عوض سالب 2 وال-2 ال-x وال-y ال-y مشتقة ليست لدي فيكون لدينا 4-y مشتقة لأن 2 في 2 هي 4-y مشتقة زاد 2 ال-y قيمته أيضا 2 فيكون هنا 2 وال-x سالب 2 سالب 2-y مشتقة يساوي الصفر أدخل العدد 2 4-y مشتقة زاد العدد 4 ناقص 4-y مشتقة يساوي الصفر تستطيع حذف y مشتقة مع y مشتقة موجب مع السلب 4-يساوي الصفر بما أن هنا لدينا جملة خاطئة في الرياضيات فإذن أيضا أتحدث عن حالة عدم تعيين لهذا الميل الأسئل التالي سأقوم بالاشتراق ضمنيا مباشرة هنا لدينا ضرب 2x مشتقة ال-x-s2 في y-s2 زاد x-s2 في مشتقة y-s2 أقوم بإنزال ال-s2 يبقى y-s1 وأضربها ب-y مشتقة والثلاثة y مشتقتها ثلاثة y مشتقة لأنني لا أعلم ما هي ال-y بالضبط العدد 4 أو المتغير 4x مشتقتها 4 طبعا نقوم بعزل ال-y مشتقة في البداية أخذنا عامل مشترك هنا انتهى الاشتراق لكن تبسيط نأخذ عامل مشترك من الحدين y مشتقة 2x-s2 y زاد 3 والحد الثاني أخذناه للطرف اليمين ثم نقسم على هذا العامل المشترك فيكون 4 ناقص 2x-s2 على 2x-s2 y زاد 3 مرة ثانية هنا مشتقة ضرب ثلاثة مشتقة x واحد ضرب ال-y تكعيب زاد ال-x في مشتقة ال-y تكعيب ثلاثة في y تربيع في y مشتقة 4x مشتقتها سالب 4 و-y-s2 أيضا 2 في العشر العشرين y-s1 في y مشتقة ابحث عن ال-y مشتقة فقط لعزلها طبعا تحتاج استخدام خاصية توزيع في البداية ثلاثة y تكعيب وهنا سأضرب بالثلاث لكن سأكتبه في اليمين السالب 4 تبقى في اليسار 20-y-s1-y مشتقة وكما ذكرنا هذا الحد سأكتبه هنا 9x-y-s2-y مشتقة لكن أصبح سالب نأخذ منه عاما مشترك وهو ال-y مشتقة فالحد الذي في اليمين هنا في اليسار كما هو 3-y تكعيب ناقص 4 وفي اليمين سنأخذ عاما مشترك وي مشتقة يبقى 20-y-9-xy تربيع والآن نقسم على هذا الحد ف-y مشتقة ساوي 3-y تكعيب ناقص 4 وسنقسم على 20-y ناقص 9-xy تربيع السؤال السابع لدينا في البداية جذر كيف أقوم باشتقاق الجذر أشتق ما داخل الجذر وهو ضرب مشتقة ال-x في ال-y 1 في ال-y زائد x في مشتقة ال-y على 2 ضرب نفس الجذر ناقص 8 لأن 2 في 4 ثمانية y-s1 و-y مشتقة يساوي الصفر وعيد نريد فقط ال-y مشتقة طبعا هنا نلاحظ لدينا كسر فيجب أن أقوم بتوحيد المقام للكسرين فسأضرب الكسر الثاني بـ 2 جذر ال-x و-y الكسر الأول مثل ما هو y زائد x-y مشتقة هنا 2 في ال-ثمانية 16 y-s1 و-y مشتقة وضربناها أيضا بجذر x-y ويساوي الصفر من الممكن ضرب التبادلي أي أن ضرب الجذر في الصفر طبعا يساوي الصفر أيضا وفي البسط أخذ عامل مشترك y مشتقة من هذا الحدين يبقى x ناقص نتأكد x-16 y-s1 في جذر x-y ولدينا الزائد y لا تنساها لكن سأكتبها في الطرف الآخر طبعا كما ذكرنا ضربنا الصفر في المقام يساوي الصفر وال-y إلى الطرف الآخر سالب y ثم نقسم لعزل y مشتقة فسالب y على x-16 y جذر x-y أيضا سأحل السؤال الثامن مشتقة السين كوسين لكن سأشتق الزاوية وهنا أيضا ضرب مشتقة الأول في الثاني أي واحد في ال-y زاد مشتقة ال-y وي مشتقة في ال-x يساوي x-2 مشتقة وهي 2x والثلاثة هي الصفر نريد ال-y مشتقة فقط لوحدها فلذلك سأستخدم التوزيع y في كوسين x-y وx-y مشتقة في كوسين x-y أيضا لأنني سأضرب بالكوسين يساوي 2x نريد ال-y مشتقة لوحدها فسنأخذ الحد الذي في اليسار إلى اليمين 2x ناقص y كوسين x-y وفي اليسار يكون x-y مشتقة كوسين y لكن أستطيع القسمة مباشرة لأنني أريد ال-y فقط لوحدها على x كوسين x-y x كوسين x-y فيبقى في اليسار فقط y مشتقة بقية التمارين كلها سنقوم بإكمالها سوية في الجزء التالي